موسيقى السلام عليكم عزائي التلاميذ وتلميذات المستوى الخامس بجدائي في درس جديد حل المسائل الأربعة والذي سنتعرف من خلاله على سياغة نص مسألة وطرح أسئلة إذن عزائي التلاميذ فانتلقى من هذه المسألة التي تظهر أمامنا سنتعرف على طريقة سياغة نص مسألة وطرح أسئلة إذن أولا يجب علينا أن نقرأ نص مسألة جيدا ونفامه إذن لاحظ معي المسألة واللاحظ إجابة محمد وأكتبوا نص المسألة التي قام بحلها لدينا 8 سبع دفاتر بالترهم هو 7 ضرب 8.50 تساوي 59.50 تمال كتاب والقصة بالترهم هو 14.70 زي 19 تساوي 33.70 درهم المبلغ الذي رده الكتوبي لمحمد هو 200 طرح 93.20 تساوي 106.80 درهم إذن المطلب منا في هذه المسألة هو سياغة نص المسألة وكذلك طرح أسئلة لهذه المسألة إذن هنا محمد لقد قام بالإجابة على هذه المسألة فما ينقصنا هنا هو سياغة المسألة إذا نلاحظ معي إذا لاحظنا جيدا تنستيج بأن محمد ذهب إلى المكتبة واشترى من عند الكتب 7 دفاتر بحيث 8 دفتر الواحد هو 8.50 درهم ومجموع 7 دفاتر هو 59.50 درهم كذلك اشترى كتاب وقصة بحيث أن تم القصة 14.70 وتمن القصة على التوالي هو 19 والمجموع هو 33.70 درهم بحيث أن محمد كان يتوفر على 200 درهم ومجموع مشتريات معناه 7 دفاتر والكتاب والقصة هو 93.2 ورد له الكتب من المال 16.80 درهم لأن المبلغ الذي رده الكتب المحمد هو جيد إذا ما سنقوم به هو سياغة نص المسألة سنقول بأن ذهب مثلا ذهب محمد إلى المكتبة أو عند الكتب واشترى سبع دفاتر بحيث تمن الدفتر الواحد هو 8.50 درهم واشترى كذلك كتاب بـ 19 درهم أو 14.70 وقصة بجمن 19 درهم بحيث أن محمد كان يتوفر على 200 درهم وحسب مجموع مشتريات محمد وكم رد الكتب لمحمد من المال هذا هو نص المسألة إذا نلاحظ معي قمنا هنا بسياغة نص المسألة ذهب محمد إلى المكتبة واشترى سبع دفاتر بـ 8.50 درهم للدفتر الواحد وكتاب بـ 8.19 درهم وكذلك قصة بـ 8.14.70 درهم بحيث أن محمد كان يتوفر على مبلغ من المال قدره 200 درهم السؤال وحسب هذه هي سياغة السؤال وحسب مجموع مشتريات محمد وحسب كم رد الكتب لمحمد من المال الجواب هو الذي قام به محمد هنا لدينا 8 سبع دفاتر وكذلك 8 الكتاب والقصة هنا مجموع مشتريات محمد وهنا كم رد الكتب لمحمد إذن أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا فهمتموا الدرس جيدا والسلام عليكم اشتركوا في القناة